على وقع أزمات جمّة يشهد لبنان انتخابات تشريعية وسطا انقسام ومقاطعة وضبابية غير مسبوقة في ظل أسوأ انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب الأهلية تتنافس 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا في هذه الانتخابات التي انطلقت بعد شهور من حالة عدم اليقين بشأن موعدها لاختيار 128 نائبا برلمانيا ما يثير الدهشة في انتخابات عام 2022 هو مقاطعة زعيم تيار المستقبل سعد حريري الانتخابات للمرة الأولى وفي وقت تعد فيه ميليشيا حزب الله من أبرز المستفيدين من غياب الحريري عن المشهد الانتخابي التي لم تتخلى عن شعار السلاح في الانتخابات إلا أن وضع حليف الميليشيا الأبرز التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل يعد في خطر في ظل منافسة شريسة مع غريمه حزب القوات اللبنانية برئاسة سامير جعجع الذي يبني حملته الانتخابية على إسقاط باسيل والوقوف بوجه حزب الله والاحتلال الإيراني وفق تعبيره ويبقى السؤال الأكبر عن كيفية تأثير تعاطي مؤيدي تيار المستقبل مع الاستحقاق الانتخابي لا سيما بعد أن انقسموا ما بين مقاطعين للانتخابات أو داعمين للمستقلين المنتمين للمجموعات المدنية وهو ما بدى واضحا بدعم أصوات المغتربين للوائح المستقلين بحسب استطلاعات للرأي وإلى جانب مقاطعة تيار المستقبل ما يميز هذه الانتخابات هو عنوان السلاح المرفوع بهدف شد العصب الطائفي قدر الإمكان والشعارات المستخدمة سواء المطالبة بنزعه أو حمايته فموضوع السلاح غطى على الأزمة الاقتصادية التي طرقت باب جميع الطبقات الاجتماعية مع فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها ودفع أكثر من 80% من السكان إلى براثن الفقر إضافة إلى الوضع المعيشي المتردي وانفجار مرفأ بيروت وغيرها من الملفات الحيوية المتصلة بالمواطن ومع اختيار أحزاب السلطة تحالفات هجينة مصلحية وتفصيل القوانين الانتخابية على قياس السلطة لا يتوقع خبراء أن تحدث هذه الانتخابات تغيرا في المشهد السياسي العام في البلاد في ظل استمرار الانقسام الطائفي وهيمنة الميليشيا الموالية لإيران على المشهد بقوة السلاح رغم حضوظ المستقلين بإحداث تغير وإن كان محدودا